المسيح في حياته على الأرض كان بيسأل التلاميذ مرة أسألهم في قيصرية فليبوس من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان ومرة بيحكي لليهود ماذا تظنون في ابن داود فكان بيسأل وكانت الأجوبة هي تعبير عن إيش الناس بتفكر عن المسيح تمام ولد المسيح بدأنا بالميلاد أدركنا أنه في حدثة الميلاد ظهرت طبيعتي المسيح اللهوت والنسوت القدوس المولود منك يودعي ابن الله قدوس لهوت مولود نسوت اتحاد كامل عاش المسيح الأنجيل لم تتكلم كثيرا عن طفولة المسيح إلا أن نتقابل مع المشهد الافتتاحي لخدمة المسيح الجهرية في سنة 30 سنة في سنة 30 سنة قبل أن يذهب المسيح للخدمة كان لابد أيضا للإعلان أن يظهر مرة أخرى من هو هذا الحال في وسط الشعب هل هو مجرد إنسان ففي مياه المعمودية في متة 3 ذهب المسيح ليعتمد كأنه إنسان نعم كإنسان بلا خطية لم يعترف بخطية لأنه ليس له خطية فكإنسان نزل إلى مياه المعمودية لكن هو ليس مجرد إنسان كيف ظهرت الطبيعة الإلهية الروح القدس جاء واستقر عليه والآب شهد عنه أن تبني الحبيب بك سرير وهنا ظهر لاهوت المسيح وناسوت المسيح مع بداية خدمة المسيح الجهرية كان لابد لليهود أن يدركوا من هو المسيح وللتلميذ أن يدركوا من هو المسيح يحنى أشار في إنجيله إلى حديثة المعمودية ويقول وأنا لم أكن أعرفه ولكن الذي أرسلني قال الذي طار الروح نازلا عليه هو فأدرك من خلال استقرار الروح القدس عليه أنه ليس مجرد إنسان هو الله الظاهر في الجسد إلا أن طارح المسيح السؤال الذي سألته في قيصرية فلوبوس يعني عاوز أقول حتى خلال المعمودية لما كان يحنى المعمودية بيتكلم يعني أعطى أعظم الإعلانات عن شخص وهوية يسوع المسيح هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم تكلم عن أن المسيح ابن الله تكلم عن المسيح سابق لوجوده كان قبلي وتكلم عن المسيح الديان يعني يحمل الرفش والآخرة وهكذا إعلانات حتى من خلال يعني الناس اللي كانت عم بتشاهد المعمودية ويحنى المعمودية عم بوجه أنظار التلاميذ إلى المسيح كانوا يدركوا إعلانات كبيرة ضخمة بصراحة عن هوية هذا الشخص الرائع شاهد المعمدان عنه عدة مرات بعظمتي نتذكر أن المعمدان ارتكد في رحم أمه عندما سمع صوت سلام القديسة العذراء المطوبة مريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر